والحد الوقت على فكرة احنا نقدر نقود 80% لا فيه افضل ليه لان فيه لعب انت لسه ما شفتهاش انت عندك محمد شريف على فترات وساعة ما لعب لعب في ظروفه وتعور ورغم من كده ما كانش وحش عندك لسه رمضان صبحي ما تحطرش مكان عندك زيزو انه لازم يبدأ وانت الناس شايفاء لأكثر جاهزية لازم يبدأ انت مصمم كويس ابنك اكتشفت لعب زي عمر مرموش فاحنا نقول ان قدمت عنصر دولي لنا بس مش معنى كده انه هو لغى كل ما قابله لأ فيه لحظات عمر مرموش ما بيقدكش ما بيقدكش لانت عايزه طب شوف حد تاني تريزي جاه لو رجع المستوى ربما يكون هو الافضل في الحتة دي بس الان تشوف مين زيزه وبقى وراهم انت مخترتش اللعيبة اللي تقدر تلعب كصانع ألعاب لكن تقدر عندك من اللي موجود توظفهم فيه لعيبة لسه ما شفناش خالص زي امام عشوف فيه لعيبة ما شفناش خالص مش فاكر مين تاني يعني رمضان ما ظهرش خالص رمضان انا بقولك انا قلتلك رمضان اللعيب مهم الله ما هو رمضان يستحق انك كنت تشوفه بس انت دلوقتي داخل علماتش المغرب ربما يعني نعزورك لو ما جربتش في المباراة دي انما فودت الفرص اللي كان ممكن تشوف العناصر دي في أماكنها طبيعية يحسب بقى لكيروش مش كل سلبيات يحسب له انقدم لنا اكثر من لاعب مرموش وان كان بعضهم نتيجة الظروف زي عمر كمال ولهن ابتدى بيه غلط وبعدين صلح الموقف ومحمد عبد المنعم ابتدى بيه غلط وبعدين صلح الموقف قدم هؤلاء دي شجاعة 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 فرضتها ظروفه لكن هو برضو قدر يقدم لك الناس دي ويقول لك عندي عناصر دولية جديد ثبت فتوح يقدم هوراق اعتماده في هذه البطولة انه لا يعتمد علي في هذا المكان يبقى ايمن اشرف ضحية اللعبه فين لانه هو يستطيع هو عاجل يستطيع الحيرة دي معناه ان امكانات الرجل ده متنوعة لا وانت شايف انه هو يقدر يحلالك المشاكل دي كلها ارجو ان ان اصابة الشناوي ما اتطولش والنهارده ابو جبل لازم يحيي هذا الامر انت راجل قاعد وساعة تنزل جاهز وعندك ثقتك في نفسك وتديني اللي انا طالبه منك توصلني لضربات الجزاء زي زميلك واختبرت في واحدة صعبة وبعدلت وصلت لنا ضربة مش مطلوب منك اكتر من كده الشناوي لو كامل المباراة هو رجل المباراة بلا منازع اشتركوا في القناة